سلام وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاط رئيس وزراء اليابان فوميو كاشيدا رسالة موجهة من الرئيس عبدالفتاح السيسي تتعلق بسبل تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة مجالات العمل القائمة والعمل على تطلعات الشعبين المصري والياباني الصديقين وأكد عبدالعاط خلال لقاء حرص مصر على توسيع مجالات تعاون من خلال إضافة مجالات جديدة كذكاء الاصطناعي والحوكمة والتعاون بين المؤسسات ومراكز البحث لتبادل ونقل الخبرات فضلا عن تعزيز السياحة اليابانية الوافدة إلى مصر من جانبه حرص رئيس الوزراء الياباني على نقل تحياته للرئيس عبدالفتاح السيسي مشيرا إلى أن مصر شريك مهم للغاية بالنسبة لليابان باعتبارها دولة إقليمية كبرى تلعب دورا محوريا وهما في منطقة الشرق الأوسط كما أكد رئيس وزراء اليابان تأييد بلاده الجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد والعمل على استمرار إصال المساعدات إلى قطاع غزة استشهد وأصيب عدد من المدنيين الفلسطينيين إثر غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة واستشهد في الأسطينيين في قصف استهدف منطقة المفتي شمال مخيم النصيرات بينما أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة دير البلح وسط القطاع كما أصيب آخرون في استهدف ببيت لاهية واستقبل مجمع ناصر الطبي في خنيونس جثمين ثلاثة شهداء بينهم طفل جراء غارة شنت طائرات الاحتلال في بلدة عبسان جنوبي القطاع تسببت الفيضانات المفاجئة التي شهدتها ولاية تريبورا الهندية في مقتل عشرين شخصا حتى الآن وتشريد الألاف الآخرين واضطرت السلطات المحلية إلى إجلاء أكثر من خمسة وستين ألف شخص كما تم نشر أكثر من مئتي فريق إنقاذ للمشاركة في عمليات البحث والإغاثة أكد وزير التعليم العالي أيمن عشر أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنية لافتا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بهذا المشروع الذي يرسم خارطة الطريق لتحديد الاحتياجات الفعلية لمجتمع الصناعة ويصد الفجوة بين الخريجين وسوق العمل من خلال إجراء دراسات والمصوحات الميدانية وتوفير المعلومات اللازمة للجامعات لتنعكس نتائج تلك الدراسات على تطوير المناهج والبرامج الدراسية في مختلف التخصصات تابع وزير الإسكان والمرافق شريف أشربين الموقف التنفيذي للمشروع السكنية والخدمية والترفيهية الجاري تنفيذها بمدينة العالمين الجديدة موضحا أن العالمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع وتقع بمنطقة تعتبر الأفضل على سحل البحر المتوسط وستكون مقصدا لسياحة العالمية والمحلية ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة وتضم مختلف أنواع الإسكان لكل شرائح المجتمع وجميع الخدمات التي تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتديها يشهد مهرجان العالمين الليلة أمسية حافلة بالفعليات الفنية والرياضية حيث تعرض مسرحية البنك سرؤول الفنان أشرف عبد الباقي والفنان كريم محمود عبد العزيز في إطار التعاون بين شركة المتحدة للخدمة الإعلامية وموسم الرياضي وهيئة الترفيه السعودية كما ستعرض مسرحية دكان الأحلام على مسرح المدينة التراثية بمدينة العالمين الجديدة وتستعد فرقة كيروكي لإحياء حفل موسيقي ضخم حيث سيشهد الحضر أداء موسيقيا حيا لمجموعة من أفضل أغاني الفرقة والاستمتاع بأجواء فنيات مميزة على شواطئ العالمين الساحرة كما تستضيف مدينة العالمين بطولة قضية للفنون القتالية بمشاركة 24 مقاتلا من مختلف الدول والتي ستقام في نورس سكوير مول حيث ستشهد مواجهة حماسية بين أقوى المقاتلين في الفنون القتالية موسيقى